الجيش الليبي يعد بأخبار مفاجئة وكبيرة خلال يومين مع استمرار حملته العسكرية على مدينتي طرابلس ومصراطا الساحليتين في مصراطا يقول الجيش إنه يتقدم بخطا ثابتة بعد أن سيطر على عدد من المواقع على مشارف المدينة فكثف هجماته على قرية أبو جرين جنوب شرق مصراطا انطلاقا من الأراضي الجديدة التي كسبها في سرط ويحاول الجيش تطويق المنطقة بحزام يمتد على طول مناطق السدادة وبني وليد وترهونة ومسلتة الجيش أكد أن الميليشيات في حالة انهيار تام فأصبحوا يستخدمون السيارات المدنية ويعتمدون القتال بالأسلحة الخفيفة كما تعرضوا لضربة قوية بإعلان الكتيبة 604 مشاه لانشقاق عن القوات التابعة لحكومة الوفاق والانضمام للجيش الليبي فنقول هؤلاء الذين يهددون في بياناتهم إننا قد قبلنا التحدي وسنكون أمامهم في الميدان ونعلن انضمامنا للقوات المسلحة العربية الليبية المرابطة على تخوم المدينة ويرى خبراء أن سقوط مصراطا في يد الجيش أصبح واشكا في ظل المعارك التي لا تتوقف مؤكدين أنها ستعد نصرا هاما سيسهل من عملية طرابلس حيث تتمركز في مصراطا أقوى الميليشيات الداعمة للوفاق تزامنا مع هذه المعركة أعلن الجيش توسيع منطقة حظر الطيران حول طرابلس لتشمل مطار معتيجة في المدينة ورغم دعوة روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار بداية من الثاني عشر من يناير وترحيب الأمم المتحدة بهذه الدعوة يبدو أن الجيش الليبي ماض في مهمته دون توقف إسماعيل الخولي الحدث